لو جالك مريض ضغط على العيادة ازاي تتعامل معاه وفقا للجايدلاينز الجديدة الفين واربعة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم موضوع النهاردة موضوع مهم جدا ازاي تتعامل مع مريض ضغط يجيلك العيادة لان الجايدلاينز الجديدة نزلت بأرقام مختلفة شوية عن الأرقام القديمة مبدئيا عايزين نتكلم ايه الديفنيشنز والكلاسيفيكيشنز بتاعت الضغط لنزلت جديد اول حاجة قالك اكتر من او يساوي مية واربعين تسعين خلاص هو ده الهايبر تنشن اللي كنا بنتكلم عليه تحت مية وعشرين على سبعين ده بيسمون من مية وعشرين سبعين لغاية مية واربعين تسعين ده المصطلح الجديد اللي بيسموه اللي كان قبل كده بيسموه قال يعني معرفتوش طيب ليه الارقام دي في دراسة نشرة الفين تلاتة وعشرين في على اتنين وخمسين الف مشارك من الفترة من الف تسعمية تسعة وتسعين لغاية الفين وتمنتاشر دي قصة مهولة جدا لقيت ان في علاقة ما بين الضغط وما بين المورتاليتي كل لما الضغط يزيد المورتاليتي تزيد وكل ما الضغط يقل قوي المورتاليتي تزيد يعني في عندنا اللي هي حلوة جدا للرجالة والستات بتقلل المورتاليتي وده بعد استبعاد باقي طيب ايه هي دي قال لك في الرجالة لما يبقى بين مية وعشرة لمية وعشرين في الستات من مية لمية وعشرة اللي اتنين من سبعين لتمانين دي اللي عندها اقل حاجة في المورتاليتي اكتر من كده المورتاليتي بتزيد اقل من كده المورتاليتي بتزيد عشان كده قال لك ان هو الاقل من مية وعشرين على سبعين طيب نيجي على النقطة التانية نقيس الضغط ازاي? هو مين المفروض يقيس الضغط? اي دكتور المفروض يساهم في البحس عن مريض الضغط. تخصص جراحة عظام مسالك نسا اي مريض جاي لك المفروض ان احداك اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده هتقس له الضغط. ليت الضغط بتاعه اكتر من مئة وعشين سابعين تبعته لحد من تتخصص عشان يعمل معي حضرتك دلوقتي عايز تقيس الضغط بشكل صحيح. اولا المريض زي ما احنا عارفين طبعا لازم يبقى مرتاح على الاقل لخمس دقيق. اه اعصابه هادية مش متعصب. يعود على كورسي بتاعه 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 سابورتد ما يبقاش واقف ما يبقاش نايم. لازم تختار جهاز الضغط بشكل مناسب على حجم الدراع بتاعه. فيه عندنا كف فيه عندنا كف فيه عندنا كف فيه عندنا كف. مقباش واحدة الدراع هتخين قوي وانت بقى ايه قعد تجي بتنين يمسكوا معك في جهاز الضغط. طيب دلوقتي انت حطيت جهاز الضغط واست بالباتوري واوسكال تاتوري واست في الدراعين. اقيس كام اياس الجديدة قالت ان حضرتك هتقيس تلات اياسات. اول اياس تديها كتف مش هتاخدها وتاخد بتاع الايقاس التانية والتالتة. بسم الله يبقى ده كده ايه? هنقيس تلات اياسات. اول اياس هنطيرها ناخد بتاع الاياس تي. تاني حاجة موامة اياس الضغط هو انك تسيرش فور بوسرا الهايبوتينشن. وعرفوا البوسرا الهايبوتينشن هو في البلد بريشر اكتر من عشرين مليمتر في السيستوليك اكتر من عشرة مليمتر في الدستوليك. بس امتى? قالك لغاية تلات دقايق. يعني ممكن بوسرا الهايبوتينشن يحصل بعد تلاتين ثانية من ممكن. بعد دقيقة اه. بعد دقيقتين اه. بعد التلات دقايق اه فقال لك من دقيقة لتلات دقايق. ودي نقطة مهمة جدا خاصة في قبل ما تقرر تبدأ لان لو فيه بوسرا الهايبوتينشن والضغط عالي يو ماي كونسيدر مونو سيرابي وده عكس ما بتقول ان انت تبدأ بدول جميل جدا. حضرتك دلوقتي استضغط وعملت سيرش في تعمل ايه تاني? من العين اللي عندك ده مريض ضغط. طب تكونفيرم ازاي? قالك ان انت تعمل او انك تسيرش باي هوم بيست بلات بريشر مونيتورينج او او امبيولات البلات بريشر مونيتورينج. يا اما تعمل له جهاز ضغط متنقل يا اما تخليه ايس الضغط في البيت وتخليه جيب الجهاز ده عندك في العادة تعلمه عليه. يعني ما تقولش يجيب الجهاز واستخدمه. هاته عير الجهاز اتاكد ان هو بيقيس بشكل صحيح. بعد كده المريض يستخدمه في البيت عشان يقيس الضغط. نقطة مهمة واكدوا عليها في الجايدلاينز السنة دي قالك ان مريض منوع ان حضرتك تقس له بالاوتوميتد بلات بريشر. لازم منول بالسفيجنومانومتر الزئباقي العادي. ممنوع استخدام الاوتوميتد بلات بريشر فعيان عنده اتريال فايبريليشن. ده حتى عنده هنضعك في العيادة تقس تلات مرات وتاخد بتاع التلات قريات. لان في الهارتبيت دي بتترجم لالريجولاريتي في البلات بريشر ممكن مرة سستولة مية وخمسين مية خمسة واربعين مية واربعين تاخد بتاع التلات قصنا الضغط هنخش على النقطة التالتة المهمة القاتلة وهي كان زمان بنعمل للناس كلها دلوقتي بقى لو الضغط اكتر من مية واربعين على تسعين قالك ان هاز ان انت ما تحتسبلوش يعني ده كده كده هياخد اكتر من اول يساوي مية واربعين تسعين كلهم هيبدأوا طب تحت المية وعشرين على سبعين ده انت مش محتاج تحسب له الرزق ده حلو كده بس يعني ايه تخليه يعمل لو تحت ربعين سنة يعمل ده كل تلات سنين اكتر من ربعين سنة يعملو كل سنة يعني يعني انتهزية يعني رايح يقس نظر قلنا بقس اه راح يعمل عملية مش يعني ايه حاجة انتهازية نيجي بقى للمريض بتاع اللي هو ضغطه من مية وعشرين على سبعين لغاية مية واربعين على تسعين فهو ده بقى اللي معني ان احنا عشان نشوف مين فيهم هيبدأ تريتمنت ومين فيهم هيخضع ليه وده هنقسمه قسمين قسم الضغط فيه من مية وتلاتين لمية تسعة وتلاتين وقسم من مية وعشرين لمية تسعة وعشرين يا جماعة ما فيش دوة ضغطة هيتاخد لو واحدة بتاعه تحت المية وتلاتين خلينا نتفق يعني مين اللي احنا بنعملو عشان نبدأ فيه هو اللي ضغطه من مية وتلاتين لمية تسعة وتلاتين مين بقى هيبدأ لو وضغطه من مية وتلاتين لمية تسعة وتلاتين قال لك لو عنده رقم واحد يكون عنده رقم اتنين يكون عنده معرفو انه هو الجيف ار بتاعي يكون تحت ستين رقم تلاتة يكون عنده البيومنوريا معرفوه انها تبقى اكتر من تلاتين مل جرامبر ديسي ليتر رقم اربع يبقى عنده تارجت ارجان دامج من الهايبر تنشان يعني عن ضغطه من مية وتلاتين لمية تسعة وتلاتين وعنده تارجت ارجان دامج زي فيه مثلا او ان هو يكون عنده يبقى دا فعلا ان هو عنده هايبر كوليستروليميا طب نفترض ان هو ما عنده حضرتك هنزل اسمه ولو ضيابتك هنطبع عليه ولو جرياتريك هنطبع ده ما بتحفظش ده بينزل بتطبق بتدخل فيه ايه ندرك كوليستيرول اخباره ايه ولق ضغطه كام وبيطلع لك الريسك بتاعه لو طلع لك الريسك اكتر من عشرة في المية ده هيبدأ يبقى لو عنده او لو الريسك بتاعه اكتر من عشرة في المية طب طلع من خمسة العشرة في المية يعني يعني لو ستة كان عندها او دخلت في بري اكلامسيا او دخلت في او كان دخلت في حاجة اسمها او ان هي عندها اللي هو اسمها اللي هي ولدت حد ميت ده اسمها طب في حاجة تانية اه كده عارفنا الناس كلها تاخد ضغط رقم اتنين واحد عنده من ثالث واحد عنده واحد عنده دي كلها ممكن تقول لأبدأ الضغط حتى لو الريسك بتاعه من خمسة لعشرة في المية في حاجة التانية اه بس يعني لو انت عملت لعيان وطلع بتاعه عالي تديله عملت له وطلعت عالية تديله بس ده لو امتى لو ضغطه من مية وتلاتين الى مية تسعة وتلاتين ويا ترى تبدأ على طول يعني الواحد دلوقت اهو من مية وتلاتين لمية تسعة وتلاتين واللي بتاعه بالشكل ده تبدأ على طول قال لك ده الكاتيجوري ده لازم يمر على تلات شهور لو استل الضغط اكتر من مية وتلاتين تبدأ له تريتنت اكتر من مية وتلاتين وعنده بتمرره على تلات شهور لو استل بتاعه اكتر من مية وتلاتين هتبدأ تبتعه طب اللي تحت مية وتلاتين اللي هو من مية وعشرين لمية تسعة وعشرين وعنده اكتر من عشرة او من خمسة لعشرة وعنده ده تعمل له ايه ده بقى مش ده تعمل له يعني سنويا ييجي يقيس الضغط بتاعه عشان لو رفع اكتر من مية وتلاتين تبدأ تدي له طول ما هو تحت المية وتلاتين مش هتدي له فعشان كده مهم قاوت دي تلزي دي ليه لانك اللي يقرأ بشكل جنرال ممكن يفتكر ان لو لقي واحد عنده مية خمسة وعشرين على خمسة وسبعين يدي له بداية التريت منت فقط اكتر من او يساوي مية وتلاتين تمانين لو عنده بعد تلات شهور نخش بقى على الخطوة اللي بعديها ايه الخطوة اللي بعديها ايه انواع الادوية اللي احنا عايزين نبدأ بيها في عندنا كتيرة في عندنا ايز في عندنا اربس في سبايرون لكتون الفا بلوكرز الفا مسايد لوبة نبدأ ازاي? اول حاجة قالك تبدأ يعني اتنين على ما جابش هتبدأ ما جابش ما جابش لو ما حضرتك ما ضفتوش عشان سبب تاني ما جابش في عندك بقى زي الالفا بلوكر زي الالفا مسايل دوبة زي طيب احنا دلوقتي في البروتوكول اللي احنا ماشيين فيه ده وقت ليه الاسبايرون ولاكتون اتحط رقم اربعة بعد نروح الاسطادي اتعملت سنة الفين وطمانتاشر والسطادي تانية اتعملت الفين وعشرين على البريفلانس او برايماري ألدوسترونيزم امانج بيشنت وزاي بارتنشن ليه ان النسبة بتزيد اب تو عشرة في المية ده متخيل ان من كل عشرة واحد عنده برايماري ألدوسترونيزم علشان كده المرتبة بتاعت باقت في البروتوكول واضحة وصريحة انها بعد الهاي دوست والدرجة ان الجايدلاينز دلوقت بقيت بتريكمنت ان انت في اي عيان عنده ضغط عالي حتى لو مش شاكك ان هو عنده حتى لو مش شاكك يعني روتيني سكرينينج وكمان قال بتعمل روتيني سكرينج بايه بتعمل بحاجة اسمها ألدوستيرون رينين ريشو ليه بقى قال لك هو مش المفروض الالدوستيرون ده بيطلع بسبب يعني يطلع بعد كده يحاول لانجيو تنزين وان ويجي يحاول لانجيو تنزين وان لانجيو تنزين تو والانجيو تنزين تو هو اللي يروح يطلع لو انا عندي ماس او 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 اي حاجة بتطلع ساعتها هيبه اكتر من لان المفروض المفروض ان لما يطلع هيعمل فلو عالية فده معناه ان انا في عندي ماس بتطلع في اي عيان عنده ضغط عالي طيب البيتابلوكرز بقى ليه البيتابلوكرز لم تستخدم كفيرستلاين انتهايبارتينسب دراجز والاجابة هنا كانت من اللي قالت ان البيتابلوكر ما بتقللش اه ممكن قدامك بتقلل بتقلل بس ما بتقللش وده كان على يمكن البيتابلوكرز الجديدة زي اللي هي بتقلل ممكن بتكون بتساهم انها تقلل طب عايزين حاجة كده من يعني لو واحد جاي لك عنده وعنده حاسس ان هو عنده الضغط بتاعه عالي والهارت لب بتاعه تسعين مية ده لازم تبدأ مع طب واحد ضغطه عالي وعنده ما ده لازم تدينه طب واحد ضغطه عالي ده لازم تدينا لازم تتاخد في امريض ضغط. طب واحد جاء لك ضغط وعله بتاعه ستين. فخلاص ده مش هتدي له يعني هي اللي بتختار تبدأ ولا ما تبدأهاش. في نقطة مهمة بقى جدا دلوقتي عذاك دلوقتي بدأت مع المعيان. تعمل كلها الدقيقة. قال لك ان انت هايبرتنسي في درجة بيبدأ بتاعه يظهر من اسبوع لاسبوعين. بس بتاعه بيحتاج من شهر لتلات شهور. فعلشان كده لازم يكون من شهر لتلات شهور. يعني هاي بحاجة تقول المريض ان هو يجي لك كل شهر عشان يصد ضغط اللي صد الضغط مش في التارجت تبدأ ان انت ترفع الدول. طيب السؤال التاني هاي بحاجة تسأله لي. طب هو التارجت بتاعي كام? يعني انا عايز ادي انت هايبرتنسي الدرجة عشان اوصل لتارجت كام? التارجت بتاعنا من مية وعشرين لمية تسعة وعشرين على من سبعين لتمانين. ما ننزلش تحت كده وما نسيبوش اكتر من كده الا لو عندي ساعتها لازم تختار علشان تقلل الساعتها لازم تقلل دلوقت اتعامل مع مريض الضغط بالشكل الفلاني. طب لو دخل علي مريض ضغط ضغط وعالي عنده سبير هايبرتنشن اكتر من مية وتمانين على مية وعشرة. اتعامل معاه ازاي? قبل ما نتعامل معاه هنروح لفاصل صغير ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم. ازاي تتعامل مع مريض عنده سبير هايبرتنشن? بص ده حاجة من اتنين. يعني واحد ضغطه عالي بس ما بيشتكيش من اي حاجة. يعني عنده سبير كاتستروفك سيمتوم. والامرجنسي دي على حسب اللي جاي بيها قد تكون زي اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت قد تكون قد تكون قد تكون قد يكون قد يكون المهم ان في سبير كاتستروفك وفي الحالة دي ما ينفعش ان حضرتك تتعامل معها لا باورال ولا بسبلينج والميديكيشنز. مين اللي هتنزل فيه مين اللي هتنزل فيه آآ من اللي هتقلل فيه بس عشر لخمساشر في المية من الميت بلاب بريشر لان ده حاجة شورت اكتنج لو الضغط نزل منك هتقلل الضغط رفع منك هترفع طيب سابلينج والكابوتن هيعمل ايه سابلينج والكابوتن نفترض ان حراكة ديت سابلينج والكابوتن لعيان ضغطه نزل هتقول له يتفه مش هينفع طب دلوقتي واحد بقى يعني واحد عنده ضغط عالي بس ما بشتكيش من حاجة ليه تبديله سابلينج والكابوتن يعني هو ضغطه عالي بقى له فترة ليه تعمل له ما هيكلة عنده متعودة على ده المخ متعود على ده لما تعمل في دلوقتي هتعمل هتعمل ممكن عينه خش في طب انت لو عايز تخدمه طب هتقول له يا دكتور هتدي له كابوتن يبلعه طب ليه برضو تدي له حاجة ايه حلوة ان انت اديده دلوقتي للكابوتن وبلعه الضغط نزل شوية روح البيت اللي اربع ساعة بتوع كابوتن خلصه ضغطه رفعتين طب ليه تدي له حاجة شورت ايه طب ما تدي له حاجة لونج اكتنج وليكن اعملوا دي بنا خمسة ميلي جروم عشرة ميلي جروم هيعمل وقول له روح استشير حد متخصص عشان تعرف تتعامل ازاي مع مريض الضغط ده اي حال من الاحوال ممنوع منعا بتن السابلينج والكابوتن لا في ولا في تمام تمام نيجي على النقطة الاهمة في الحلقة وهي لازم تشك في طبعا الالدسترونزم احنا اختفاني احنا نشك في الناس كلها ولكن في سيناريوز تانية لازم تشك فيها زي الفيو كروموسايتوما زي الرينوباسكولير هايبرتينشن زي الابستركت بسليب ابنين ولو ابتدينا بمريض الفيو كروموسايتوما لانه هو مريض مزربل شوية يجي لك العادة ضغطه كويس يخش في الاتاكس في البيت تلاقي واحد بيخش في اتاكس في سيبير هايبرتينشن بالبتيشن سويتينج اه حس ان هو قلبه بيرفرف وانكشس ويروح الاستقبال بالليل ياخد السابلينج والكابوتن ويروح تاني يجي لك تاني يوم العيادة ضغطه مئة عشرين تمانين يروح ضغطه يرفع الرقوة هكذا فلازم تشك في العيانة اللي بخش في نوبات نوبات سيبير هايبرتينشن ده الحقيقة بتاعة الفيو كروموسايتوما يعني غالية فعلشان الحتة دي دلوقتي واحد جايلي بسيبير هايبرتينشن التاكس اتعامل معه ازاي عشان النقطة دي هنروح لمداخلة صوتية من استاذنا الاستاذ دكتور خالد عبدهود استاذ الباطمة العامة والغضب الصماء كلية الطب جامعة الزازي هنعرف منه هاو تو بروسيد وزباشن فيو كروموسايتوما وهنرجع لحضراتكم تاني بسم الله الرحمن الرحيم اكلم مع حضرتكم عن الفيو كروموسايتوما واحدة من آآ اللي ممكن تؤدي الى امرجنس هايبرتينشن او هايبرتينسف امرجنسز بالحقيقة البيشنت بيجينا بهايبرتينشن في خمسين فرسلت بيبقى باروبزيسمل وبرضو الحالات البيبقى باروبزيسمل ممكن لترون تبقى برزيستن فمش من اعتمد قوي على انه بتبقى باروبزيسمل هايبرتينشن لكن موضوع في خمسين فمئة من الحالات وبيبقى معك آآ احيانا الانكزيتي سويتينج هيدك ديستيابين بالباتيشن وحيانا فلاشنج ومهمة جدا ان في الانكزيتي يعني نحن نعمل اكسكولوجن في الانكزيتي نفسها لان بعض الباشنس فعلا ان عندهم الانكزيتي نفسهم ممكن اجيك برزينتيشن زي من فيه كروموسايتوهم وكمان لازم نستبع دفيرو تقصبوزز ونهيبو اللي هم انكزيتي تاكي ستيتس ومهمين وهم الاكثر جيوان طبعا آآ في الحياة نستبع دلانستابل انجينا كارسيتي سندروم ومشان الفلاش آآ الحقيقة آآ برضو اثناء الاجزيتي نلاحظ ان البرجر على التيمور نفسه او السايت بتاع التيومر ممكن بريسيبوتات اتاكس لو شكينا في الهايبر تنشن انو هيكون السابر بتاعو في كروموسايتومة بالقيس التوينتي فور عور يرى ميتا ليفرين وده الاحسن من كمان او اقصر شوان من الفانالي المندلك اسد الفانالي المندلك اسد لو اسنايب لازم نستبد ان واحد واخد شوكولات او فانيليا او اسبرين عملها علشان ما تديش الحقيقة برضو في دم لانه بساعدنا كتير في التشخيص بتاع كفية نوموسايتومة اما لانه كان او ممكن استخدمه او هو بيجيب رسبونس كويس في الاسسنشن هيبرتنشن اللي يسوريس الهايبرتنشن في حالات الاسسنشن هيبرتنشن نط فيه كروموسايتومة لانه فيه كروموسايتومة اذا موضيفايت سمباساتي الدينجلون ما لايجب ريسا ينبتك الفاتور رسبتور عشان يشتغل اللي يأكلون لدين هو بيجيب رسبونس مع الاسسنشن هيبرتنشن نط فيه كروموسايتومة فبيساعد باردو على التشخيص طبعا الستي والعمر عشان عمل بالتشخيص او سامبلينج فروم بلاد فيزلز او سبير انتنفيرو فينا كيفا لو انا عايزة فرجع ما بين الاكسترادرين تيوم دي حاجة في الابر بارت او بناخد سامبلينج فروم سبيرو او انفيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا ونشوف الكلفل في كاتيكولامين اعلى فين يعني نستخدم حاجات فيها وممكن استخدم حانستغل لحاجة زين بالإضافة انت كون قوي وبعد كده نشوف المريض بتاعنا انه هنحتاج له جراحة طبعا ان احنا حال لأنه ممكن تكون بلات عشر في المية من الحالات وساعاتها ممكن نحتاج شكرا جزيلا لحضراتكم السلام واناكم اهلا بحضراتكم الحقيقة كل الشكر والتقدير للاستاذ دكتور خالد على المداخلة الجميلة دي والحقيقة الكلام روية في الروعة والاهمية دلوقت 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 الفيو كروموسايتوما انت شكت فيها دكتور خالد قال لنا ان احنا يعني تستبعد الحاجات الشبيهة زي 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 ممكن العين بخش يعني فعلا دي نقطة مهمة جدا عشان كده في الروتين الروتين لازم جزء منه ولازم جزء منه والكريات اللي هي الروتين زائد السيرويد السيرويد ده لازم يبقى معك في اي حاجة طيب هنبدأ ازاي زي ما هو قال هناخد اللي هو اربعة وعشرين لو عالية نبدأ ان احنا نعمل وزي ما الدكتور خالد قال ان عشرة في الان حالات بيكون نفترض ان فممكن كده احنا بنتكلم في حاجة فيعني قالها كده ان احنا ممكن ناخد نشوف الليفلز اعلى فين بحيس ان احنا نشوف مكانها فيه في حالات كتير بتخف ب ولكن يبقى هو هو اهم الموضوع خاصة زي لان هو يعني احيانا بنقول اعيان لو دخل في اتاكس ياخد كارفيد هيقفل له الفا وبيتا بلوكر وهيساهم فيه اهل هو مولاء على حسب العيان فيه عيان ممكن يمشي على كارفيد ويمنع في عيان ياخد كارفيد ضغطه ينزل تمانين ستين فهو يستفاد فيه فقط اثناء من الحاجات السكن الخوزة التانية المهمة عنده هايبرتينش في خاصة لو عنده يعني انا بديت وما تحسنش فبدأ ادور على يعني تعمل تقريبا ليه لو تفتكروا الحالة اللي احنا عربناها في الحالة اللي فاتت اللي كان عنده تكياس وارترايتس وكان عنده دي حالة يعني مهمة جدا واحنا بنشوفها صحيح ما بنشوفش الحالات دي كتير بس ومن الحاجات اللي تخليك تشك ان العام ده هو بيجيله يعني واحدة عنده ضغط وبيجيله لازم تلينك الامور بمعضها وتشك لو العام بيخش بفلاش ومبالمونر يخش بسبب سوير ويفك تاني ولازم تشك في لو انت عملت لازم تشك ودي نقطة مهمة جدا لانه لو هنا انت تبدي ايس او اربس من المهمة جدا هي وده العيان بيخش عليه كده تلاقيه شرط نيك تسأله يشخر بالليل نام على نفسه طول اليوم ده عيان ده عيان تيبكة اللي وانا عرف كان ماشي على اربعة انت لما عمل العمليات بتاعت دي وزبط الدنيا تحسنت العيان سابع العلاجات كلها وضغطه تسعين ستين ف من الحاجات اللي احنا بنسيرش اللي احنا قلناها اللي هي حاجات مهمة جدا زي العيانة ما تباش ممكن تنسى اصلا تسأل المريضة انت بريجنان تقول لا يعني واحدة متجوزة وجالك ضغطها عالي وتبديها علاج وتنسى اصلا انها حامل في الشهر الرابع او الخامس العيانة عشان ما تخشش فيه الكاتيجوري بتاع والجستيشن من الحاجات بقى المهمة جدا اللي تخليك تشك في الساكنة بالاخص حاجات يعني ايه وانا بقى راه كده كنت مستغرب قالك لما تلاقي عيان عم بيخش عيان عنده ارجان دامش بتاعه وفيه اكتر من معدل ارتفاع الضغط يعني واحد ضغطه ميرضعين تسعين مسلا وعنده وحي تلاقي اللي بتاسم ليفل واطي واحد بيخش في الكرامبات ومسل ده تشك فيه وفيه بقى نقطة مهمة جدا 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 خاصة بال قالك ان في دراسة اتنشرت في اللانسة الفين وتمنتاشر قالت لك ان العيان اللي تشخص وخد علاج بس ستيل عنده زاسين مورتاليتي للعيان اللي ما خدش علاج فعشان كده مهم جدا لو انت شخصتها وديت علاج ان انت تتأكد ان الرنن بقى عشان كده ان هو أفضل للمرضى ده علشان يحسن المورتاليتي طبعا الحديث عن الساكندر هايبرتنشان يطول بس نصيحة لحضرتك ان انت تعمل تشيك ليست في العيادة بحيث ان انت تبعارف مين هتطلبه روتين مين هتتمشي فيه يعني يبا معك تشيك ليست كل بيشانت في ميل في هتسأل عن تبريجنان تقول لا تسأل عن الادوية تسأل 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 بحيث ان انت تزبط نفسه وفي نفس السياق ده معانا حالا النهاردة كيس ريبرت اه لسه منشورة جديدة السنة دي عن بيشانت اتنين وستين سنة عنده يصول الضغط يلاقيه الضغط بتاعه مية وسبعين ياخد الادوية خص بشرة الهايبوتنشن ينزله الادوية يتحسن ضغطه يعلى ياخد الادوية يخص بشرة الهايبوتنشن يعني اخترع واختراع كده صغير هو مش موجود دلوقت في مصر بس اعجبني الصراحة وهو بيستخدموا جهاز اسمه ليزر دوبلر فلوميتر ليزر دوبلر فلوميتر علشان يجيب من الفينجر وده ممكن يعني خلينا نطلع حاجة اسمها هو مش ده هو عشان فيه عند مش عارف ايس الضغط من اعتقد ان ده هيبقى استخدامه لو هو توفر معنا خاصة في حالات اللي هي اكتر من تمانين سنة وخمسة وتمانين سنة اللي احنا فعلا بنلاقي فيها عندها لو معنا ده هيبقى مهم جدا ممكن انت تلاقي عينا مئة وتمانين على سبعين وتسيبه ليه لان بتاعه مسلا وليكن مئة وعشرين على سبعين يبقى احنا كده طلعنا من الموضوع اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم لو حضرتك عندك سؤال او سيبه في تحت لو في موضوع عايزه مننا ان احنا نسجله سيبه واحنا نسجله في الحلقات القادمة وتشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته